وفي خيارات ربع الساعة الأخير تزاد الأمور وضوحا فقد أكد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي على أهمية التنسيق بين جميع الأطراف السياسية من أجل اجتياز المعوقات التي تواجه البلاد وإنجاح العملية السياسية فيها وأكد بارزاني خلال لقائه حمودي في أربيل أن البارتي مع وحدة الصف الكردي وتعزيز الشراكة مع جميع القوى السياسية بعيدا عن تنافس المناصب فيما يحاول إطار التنسيقي استثمار قرار المحكمة الاتحادية المتعلق بوجوب وجود نصاب الثلثين في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في الجولة الأولى والثانية لتحقيق توافقات الأمر الواقع بامتلاكه الثلث المعطل وأيضا فكرة ذهاب الإطار بجميع قواه إلى المشاركة في الحكومة أو الذهاب إلى المعارضة ما جدد التأكيد عليه زعيم تحالف الفتح هادي العامر بالقول إن الإطار غير قابل للقسمة فإما بحكومة أغلبية سياسية أو معارضة كاملة شكرا شكرا